الأرصاد تكشف موعد وصول الإعصار دانيالا إلى مصر أكدت الدكتورة منالة غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بامتداد الضغط المرتفع في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في ساعة سطوع للشمس وارتفع درجات الحرارة وأضاف أن درجات الحرارة استمرت بالارتفع في أغلب آل محافظات جمهورية وقال عضو آل مركزا لإعلمي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات تليفزيونية للتليفزيون المصري اليوم الأحد إن درجة الحرارة العظمى بمنطقة القاهرة الكبرى وصلت إلى 37 درجة مئوية موضحا أن درجات الحرارة في منطقة القاهرة الكبرى في ارتفاع ويكون التقس حار نهار على تلوجه لبحري الشمال وجنوب يالصعيد ومحافظة جنوب سيناء وبعد يالظهر على المناطق للساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط كشفت الدكتورة منار غاني من عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستنخفض في وقت متأخر من الليل وفي الصباح الباكر في معظم مناطق الشمال مع اعتدال درجات الحرارة ليلا وارتفاع درجات الحرارة فيئة الجنوب وعين أبرز للظواهر الجوية أضفتا للدكتورة منال غانم عضو آل مركزا لإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن هناك نشاطا للرياح حاليا على بعض آل محافظ مما يساعد على خفض مستويات الرطوبة ويساعد على خفض درجات حرارة الجو إلى حد ما الفترة الليلية وفي السياق ذاته قالت الدكتورة منال غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية نتوقع استمرار درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع وحذرت منت الشكل لضب بألماء صبحا على معظم المناطق للزراعية ولا طرق للسريع القريب من الجسم ماء الشدة الإعصار دينين وبحسب خبراء الأرصاد الجوية فمن المتوقع أن يضرب الإعصار دنيال ليبيا بكل قوته خلال الفترة المقبلة ثم يتجه نحو الحدود الغربية لمصر تاريخ ضرب إعصار دنيال مصر وكشف خبراء الأرصاد الجوية أن هذا الإعصار سيأثر على الساحل آل غرب لمصر يوم الاثنين آل مقبل 11 سبتمبر 2023 مصحوا بدي أمطار غزيرين وعواصف رعدية متقطع